المصالح العمومية والعدالة الانتقالية هي المقاربة التي تم ترحوها اليوم خلال ندوة الوطنية التي نظمتها وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لإصلاح منظومة الإدارية في تونس كما تم البحث عن حلول للقطع مع منظومة الماضي وترحو مقاربات تتمثل في إعادة هيكلة المنظومة الإدارية لتفادي مظاهر الفساد الإداري ترجمة نانسي قنقر وتضمنت الندوة أيضا مجموعة من الورشات لتقديم التقرير الختامي الذي على ظوئه سيتم العمل على وضع آليات جديدة لإصلاح المصالح العمومية ترجمة نانسي قنقر